بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن ولاه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم إخواني أخواتي تلميذ الأعزاء في فيديو جديد دائما مع تلميذ سنة الثالثة متوسط بإبن الله وصلنا الدروس المقطع الثاني أو الفصل الثاني من مادة التاريخ نبدوها على بركة الله بسم الله مع بعض نبدو مع أول درس كما راكم تشوفوا في العنوان عفوا نبرك الزوم كما راكم تشوفوا في العنوان دور الأسطول البحري الجزائري دور الأسطول البحري الجزائري نبدو على بركة الله بسم الله نبدو على بركة الله كما قلنا بسم الله دور الأسطول البحري الجزائري المشكلة الوضعية المشكلة اكتسب الأسطول الجزائري البحري هيبة دولية كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط لفطرة زمنية طاويلة من 1518 إلى 1827 ميلادي قالك اكتسب الأسطول الجزائري البحري هيبة دولية كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط لفطرة زمنية طاويلة من 1518 إلى 1827 السند ولا الصفحات اللي انشوفوها في الكتاب المدرسي صفحة 50 ثم الصفحة 58 إلى الصفحة 65 التعليمات قالك ماذا تعني بالأسطول البحري ما معنى الأسطول البحري ومتى تم إنشاؤه ما هي العوامل المساعدة على ذلك وما هو الدور الذي قام به هذا الأسطول في البحر الأبيض المتوسط ما معنى ولا ما عرف الأسطول البحري ولا ماذا تعني كلمة الأسطول البحري ومتى تم إنشاؤه وما هي العوامل المساعدة على ذلك وما هو الدور الذي قام به هذا الأسطول في البحر الأبيض المتوسط نبدأ على بركة الله في الدرس عنا الاستنتاج أول حاجة هو تعريف الأسطول البحري ما هو الأسطول البحري الأسطول البحري هو عبارة عن عدة سفن بحرية مجهزة هو بين من اسمه سماحة تبحر الأسطول البحري هو عبارة عن عدة سفن بحرية مجهزة تتولى مهمة الدفاع عن السيادة الوطنية والحدود البحرية للدولة تم بناء الوحدات الأولى لهذا الأسطول خلال سنة 1518 إلى سنة 1588 أي في فترة البايات وهي المرحلة الأولى للحكم العثماني في بلادنا وعيد الأسطول البحري هو عبارة عن عدة سفن حربية ولا بحرية مجهزة بش مجهزة مجهزة بوسائل حربية حديثة تتولى مهمة الدفاع عن السيادة الوطنية والحدود البحرية للدولة سما يكون فيها عداد حربي قوي ومتطور بش يحمي الحدود البحرية للدولة تم بناء الوحدات الأولى لهذا الأسطول خلال سنة 1518 إلى 1588 وهم يبنوا في هذا السفن أي في فترة البايات وهي المرحلة الأولى للحكم العثماني في بلادنا نشوفوا ما هي العوامل المساعدة على إنشاء الأسطول العوامل المساعدة على إنشاء الأسطول هناك عدة عوامل ساعدت للجزائر على إنشاء هذا الأسطول البحري القوي أول وحدة وجهية وفرة المادة الأولية لصناعة السفن وهي الخشب حسن استخدام الجزائريين للوسائل الحربية والموقع الاستراتيجي والمهم للجزائر بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط أي طول وامتداد سواحلها البحرية الخطر الأوروبي الذي كان يهدده هذه السواحل من حل آخر سما الأسباب لإدات الدولة الجزائرية لإنشاء هذا الأسطول البحري القوي هي أول حاجة توفر المادة الأولية لهي عبارة عن الخشب توفر المادة الأولية لصناعة السفن لهي الخشب حسن استخدام الجزائريين للوسائل الحربية الموقع الاستراتيجي والمهم للجزائر بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط أي طول وامتداد سواحلها البحرية عندنا 1200 كم طول الساحل الجزائري الخطر الأوروبي الذي كان يهدد هذه السواحل من حل آخر نشوف دوره الأسطول البحري في البحر المتوسط سما دوره كان لهذا الأسطول البحري دور فعال في البحر الأبيض المتوسط أولا كان التصدي للهجمات الأوروبية على السواحل الجزائرية الحفاظ على الأمن والسلام السلم الدوليين في البحر الأبيض المتوسط محاربة القرصنة الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط ومساعدة مسلمي الأندلس في الهجرة إلى شمال أفريقيا ومساعدة الأسطول العثماني في معركة نافارين سنة 1827 ميلادي ومصدر لإغناء الخزينة الجزائرية من خلال الأموال التي تدفعها السفن المرة بالبحر الأبيض المتوسط مقابل الحماية من القرصنة الأوروبية سما هذا الوقت كان الأسطول البحري الجزائري عنده دور فعال في المياه أو في مياه البحر الأبيض المتوسط قلنا الدور هذا يتمثل فيه حماية الحدود أو الساحل الجزائري من الهجمات الأوروبية التصدي للهجمات الأوروبية على الساحل الجزائري أو السواحل الجزائرية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في البحر الأبيض المتوسط سمى مكانش يخلي الفوضى تصرى في البحر محاربة القرصنة الأوروبية في البحر محاربة القرصنة الأوروبية في بحر الأبيض المتوسط سمى السفن تاعة القراصنة كانوا يشوفوه يهربوا مكانش يخلي عمليات النصب والاستيلاء تاعة القراصنة على السفن التجارية مساعدة مسلمي الأندلس في الهزرة إلى شمال أفريقيا احنا كلنا عرفوا انه بعد ما سقطت الاندلس في يد الصاليبيين المسلمين اللي ثم شافوا كل انواع العذاب على هذا كانوا ليبغي هاجر اي مسلمي هاجر من الاندلس ويجي الى الدول المغرب كان الاسطول الجزائري يعاونهم هاي مساعدة مسلمي الاندلس والهجرة الى شمال افريقيا باش يهربوا من الحملة الصاليبية اللي كانت في الاندلس مساعدة الاسطول العثماني في معركة نافارين سنة 1827 وهذه لاضعفة الاسطول الجزائري وبالتالي بدأت من هنا مرحلة الاحتلال الفرنسي مصدر لاغناء الخزينة الجزائرية من خلال الاموال التي تدفعها السفن المارة بالبحر الابيض المتوسط مقابل الحماية من القرصنة الاوروبية كانت تحمي السفن التجارية تعدول منه ومنه هم يسلكوا ومن بعد عندنا نظام الاسطول وفئة رياس البحر قالنا كيفاه كان يخدم الاسطول هذا سمع النظام التاعو لكل سفنة من سفن الاسطول تاقم بشري يتفاوت عدد افراده حسب حجم السفنة اضافة الى جنود المركب وهو نظام يقع تحت مسئولية قيادة الاسطول والمتمثلة فيه اسما هذا الاسطول قوي وكبير وضخم رح يكون لازم يكون منظم بشي ادي الواجب قلنا لكل سفنة تاقم بشري عدد التواقم البشرية في كل سفنة تتحدد على حسب كبر السفنة سفنة كبيرة اكيد رح يكون تاقم البشري التح كبير وكي تعد سفنة صغيرة يكون صغيرة وكي يعد متوسطة يكون متوسط لكل سفنة من سفن الاسطول لكل سفنة من سفن الاسطول تاقم بشري اسمها مجموعة من الناس يخدموا فيها يتفاوت عدد افراد هذه المجموعة هذه حسب حجم السفنة اضافة الى جنود المركب وهو نظام يقع تحت مسئولية قيادة الاسطول وهو نظام يقع تحت مسئولية قيادة الاسطول والمتمثلة فيه عندنا وكيل الخرج وكيل الخرج شكون هو وهو وكيل البحرية والرئيس الاعلى لجميع المراكب والسفن يتولى مسئولية دار الصناعة وتجهيز المراكب وقيادة طائفة الرياس قائد المرصى قائد المرصى وهو المسؤول عن الميناء والشرطة والمخازن والمراكب الداخلة والخارجة من الميناء ويساعده ثلاث ضباط ثم عندنا الرياس اللي هما قادة السفن البحرية ويترقى الواحد منهم من مرتبة رايس بعد قضاء مدة طويلة في خدمة الاسطول ومن اهمهم وملا اشهرهم صالح الرياس والرياس حميد سمعنا وكيل الخرج قائد المرصى الرياس سمع هذو هما المسؤولين على نظام الاسطول قلنا وكيل الخرج وهو وكيل البحرية والرئيس الاعلى لجميع المراكب والسفن يتولى مسؤولية دار الصناعة وتجهيز المراكب وقيادة طائفة الرياس ما يبدأها من صناعة المركب وتجهيزه وش كون يحكمه قائد المرصى قائد المرصى هو المسؤول عن الميناء سمع مش على السفن على الميناء على الميناء مسؤول على الشرطة والمخازن والمراكب الداخلة والخارجة من الميناء ويساعده ثلاث ضباط ثم عنا الرياس وهم قادة السفن البحرية وبعد يجيز الرياس هو لصوق السفنة قادة السفنة كل سفنة عندها قائد يترقى الواحد منهم الى مرتبة رايس بعد قضاء مدة طويلة في خدمة الاسطول ومن اهمهم ولا اشهرهم هنا في الجزائر صالح رايس والريس حميد بهذا القدر هذا نكون انهينا الدرس اليوم وهو الاسطول البحري الجزائري درنا تعريفه درنا العوامل المساعدة على انشاؤه درنا دوره في البحر الابيض المتوسط وشفنا نظام الاسطول وفئة رياس البحر سماكي فعل يخدمون اتمنى ان شاء الله نكون فيتكم اتلاقوا ان شاء الله الفيديو القادم الفيديو قادم مع التاريخ الوطني دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم اشتركوا في القناة